حرصنا كل الحرص وزارة التربية والتعليم ونحن في الحكومة حرصنا كل الحرص أن يكون الامتحان أولا في وقته ثانيا أن تستطيع وزارة التربية والتعليم وجميع المدارس أن تغطي المساحة الأكاديمية التي يحتاجها الامتحان والتي تجعل من الامتحان عمليا بالمصداقية التي نريدها أمام العالم وأمام الجامعات فيها نعم كان هناك إضراب للمعلمين تجاوزنا هذا الإضراب وكما ذكرت الوزارة قامت بالتعويض للطلبة في المواد التي يحتاجها مصداقية الامتحان هذا جانب جانب آخر إحنا اليوم شفنا وأنا سعيد جدا باللي شفته أنه جميع الترتيبات التي يحتاجها الامتحان قد أنجزت على أكمل وجه وهذه المدرسة نموذج ولكن إحنا كمان هنتفقد مدارس أخرى وهناك مدراء التربية والتعليم يتفقدوا كل المحافظات اليوم هذا الامتحان 88 ألف طالب وطالبي يجلسوا في كل ما له علاقة بفلسطين في القدس في بقية أنحاء الضف الغربي في قطاع غزة هناك مدارس في رومانيا في تركيا في قطر في بعض الدول الأخرى ولذلك كل الفلسطينيين اليوم موحدين على قلب امتحان واحد وهذا الامتحان إن شاء الله تكون مخرجاته جيدة أتمنى لكل الطلب التوفيق وأشكر كادر وزارة التربية والتعليم على جهدهم بإدارة أخي الوزير وكذلك أولياء الأمور والطلب اللي أيضا هم أساس العملية التعليمية نحن هنا موجودين عشان هم موجودين والطلب بالنسبة لنا هم خميرة مستقبلنا خميرة مستقبل الشعب الفلسطيني كل ما كان التعليم بالنسبة لنا على أكمل وجهة وإحنا لا نبحث عن أي تعليم إحنا نبحث عن نوعية تعليم وإذا كان الفلسطيني يفخر بشيء يفخر بأنه عنده تعليم على أعلى مستوى ينافس فيه الطالب في الجامعات المحلية وفي الجامعات العالمية في أوروبا في أمريكا في أمريكا اللاتينية في الدول العربية وغيره ولذلك مرة تانية أنا سعيد بالترتيبات اللي أجريت وأنا على ثقة أنه النتائج إن شاء الله بتكون بخير لمجموع طلابنا حيثما كانوا